عندما ينوي المجرم في العراق ارتكاب جريمة قتل وتصفي أو سرقة شيء يخطر بذهنه يذهب ويفكر بالدراجة النارية يستقل دراجة النارية لتنفيذ مهمته المشبوهة على أثم وجهه ولسهولة الهرب وإبعاد الشبه عنه ولو استرجعنا ذاكرتنا قليلا سنجد أن غالبية العمليات الإجرامية التي وقعت في بغداد وبقية المحافظات نفذت بواسطة الدراجات النارية وأخرها ما كشفت عنها مديرية إجرام بغداد حادثة سرقة غريبة حيرت كل من شهد لقطاتها عبر كاميرات المراقبة اللصوص رصدوا شاحنة براد اقتربوا منها أحدهم حطم زجاج نافذتها ثم فتح باب المركبة وسرق كيسا كبيرا يحتوي على مبلغ مالي ليس بقليل وكأنه على علم وبدراية مسبقة بوجود المال بداخل الكيس هذا ما حصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما شاهدنا لاذا بالفرار اللصان وقع بيد عناصر مكافحة إجرام بغداد بعد تتبع كاميرات المراقبة كاميرا كاميرا وحاليا يمكثاني في السجن واقعتنا عادت للأذهان سلسلة العمليات الإجرامية التي سهدفت أبرياء وشخصيات كثيرة في العراق والجنات منهم من تم التعرف عليهم واعتقالهم ومنهم من لم يتم القبض عليهم حتى الآن ترجمة نانسي قنقر